اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحاف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل البداية من مقال الكاتب اياد دوليمي في صحيفة العربي الجديد بعنوان عن تغيير قادم في العراق يؤكد الكاتب ان التغيير محض احلام وان الولايات المتحدة لن تخوض مقامرة عسكرية خاسرة اخرى على غرار ما جرى لها في العراق عقبى عام 2003 فانك لن تجد قبولا لمثل هذا الرأي هم يحدثونك عن اشياء يقولون انها وقعت وبعضهم يتحدث عن اشياء غريبة تحصل لا يمكن لها ان تقع من دون ان تكون لها خلفية هنا او هناك فعلى سبيل المثال تضج صفحات التواصل العراقي باخبار رفع تمثالي قاسم سليماني وابو مهدي المهندس زالت وقعت بالفعل رغم نفي الجهة المشرفة عليهم بان الازالة نهائية واكيدة ان التمثالين ازيلا مؤقتا كونهما من مادة البوركون سيتم تصنيع تمثيل اخرى لتنصب بشكل دائم السفيرة الامريكية الينا رومنسكي تتجول في مختلف مدن العراق وتلتقي بمختلف الشخصيات والفعاليات العراقية الرسمية وغير الرسمية والعشائرية والاجتماعية والثقافية والسفارة الامريكية لم تعد تتعرض لرشقات من صواريخ كاتيوشا تطلقها ما تسمى فصائل المقاومة بل لم تمانع الولايات المتحدة وجود وزراء في حكومة محمد الشيع السوداني ينتمون الى فصائل مسلحة متهمة بشن هجمات مسلحة على مصالح امريكية حتى وصل الحال بالسفيرة الامريكية الى حضور منتدى سياسي واقتصادي وكان من المتحدثين الرئيسيين فيه قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق التي تدرجها واشنطن على لائحة الارهاب اكثر من ذلك تظهر الولايات المتحدة دعما غير محدود لحكومة السوداني التي تعتبر حكومة اطارية كناية عن الاطار التنسيقي التكتل المعروف بموالاته لايران والذي خسر الانتخابات التشريعية في اكتوبر تشرين الاول عام 2021 واعترض على نتائج الانتخابات ما اجبر خصمه الشاعي مقتدى الصدر وتياره الفائز بالمركز الاول على الانسحاب من العملية السياسية ليمهد الطريق امام الاطار التنسيقي ليحل محل المنسحبين ويشكل الحكومة كشفت مصادر مطلع لصحيفة المدى في سجن الحوت جنوب غرب الناصرية عن تسجيل 24 حالة وفاة بين المحكومين بالاعدام خلال الاشهر الستة الماضية فيما عز مكتب مفوضية حقوق الانسان جانبا من الاسلاب الى الاكتظاظ وانتشار الامراض النفسية والمعدية بين نزلائه والذي يضم نحو ثلاثة اضعاف ورصدت طاقته الاستيعابية صحيفة المدى 24 حالة وفاة اكدتها الصحيفة انها وقعت في الفترة ما بين اواصل تشرين الثاني 2022 الى مطلع ايار من العام الحالي وتكشف المعلومات المتاحة ان اعمار سجناء المتوفين تتراوح ما بين 26 سنة وتصل الى 80 ان معظمهم من النزلاء المحكومين بالاعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وان البعض منهم صادر بحقه اكثر من حكم اعدام تعود اسباب الوفاة بحسب تلك المعلومات الى اصابات بامراض التدرن الرئوي وامراض مزمنة والذبحة الصدرية ووعكة صحية طارية يتوفى النزيل على اثرها اثناء نقله الى المستشفى وصرطان الجلد واسباب اخرى غير معروفة في حين تعود اسباب احدى حالات الوفاة الى انتحار احد النزلاء شنقا في حمامات السجن الذي يخضع لحراسة مشددة وكشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في ذيقار عن اكتظاض غير مسبوق في سجون الناصرية اشيرا الى ان سجن الحوت الذي يختص بالاحكام الثقيلة بات يضم نحو 13 الف نزيل وهو ما يفوق طاقته الاستيعابية المقدرة ب4500 نزيل بثلاث مرات تقريبا وقال مدير مكتب المفوضية داخل عبد الحسين المشرفاوي في حديث مع المدى ان سجن الناصرية للاحكام الثقيلة يعاني من شدة الاكتظاض وهذه مشكلة لها تداعياتها على حياة النزلاء ولا سيما من يعانون من الامراض المزمنة بعد عام على مقتل شيرين ابو عاقل العدالة لم تتحقق اسرائيل لم تغير اساليبها ففي تقريرنا عده ستيف هندريكس لصحيفة واشنطن باست قال فيه انه بعد عام على مقتل ابو عاقل وهي تغطي عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي في مخيم جينين بالضفة الغربية برصاص القوات الاسرائيلية على الارجح لم يجري توجيه اتهامات ضبط او تحميل الجيش مسؤولية القتل ولن يحدث هذا بحسب تحليل جديد لمقتل ابو عاقل رغم الشجبة الدولية الذي احدثته جريمة القتل لانها تحولت الى مثال عن الطريقة التي تستطيع من خلالها اسرائيل تجنب المساءلة ركزت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك على عشرين حالة صحفي ومراسل قتلوا برصاص القوات الاسرائيلية منذ عام 2001 ووجدت اللجنة تشابها منظما في الرد الاسرائيلي وحالة اساسية في كل منها وهي انه لم توجه اي تهم لتحميل المسؤولية في اي منها للجيش وقال روبارت مهوني مدير البرامج الخاصة في لجنة حماية الصحفيين واحد المشاركين في التقرير ان قتل شيرين ابو عاقل لا يلخص كل شيء خطأ في العملية وبدء من السرديات المضللة او الكاذبة التي تقدم مباشرة ثم يتم التخلي عنها ببطء حتى نصل الى النقطة الحقيقية بعد خمسة اشهر عندما قال تقرير داخلي للقوات الاسرائيلية ان هناك امكانية كبيرة ان القوات اطلقت النار خطأ على شيرين قال تقرير لصحيفة والستريت جورنال ان التحالفات التي تبنيها طهران مع موسكو وبكين تثير قلقا في واشنطن وبحسب معد التقرير فان ايران تعمل اليوم على اقامة علاقات اوثق مع روسيا والصين على امل تخفيف مشاكلها الاقتصادية وبناء محور جديد قوي من القوى القادرة على مواجهة الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة وتعمل ايران اليوم على اقامة علاقات اوثق اوثق مع روسيا وصين على امل تخفيف مشاكلها الاقتصادية وبناء محور جديد قوي من القوى التعديلية القادرة على مواجهة الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة بالنسبة لقادرة ايران فان الصورة الان واضحة لقد راقبوا بقلق الانظمة في العراق وافغانستان وليبيا واليمن وسوريا سقرت او كانت تسقط في العقود الاخيرة ويقول محللون انهم يخشون ان تكون ايران هي التالية ما لم تتمكن من الخروج من العزلة التي تفرضها واشنطن قال تريتا بارسي نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول وهو مركز ابحاث في واشنطن ان الصين وروسيا تقتربان الان من طهران بسبب العداء المشترك للولايات المتحدة والبراجماتية قصيرة المدى وقال لديهم قواسم مشتركة في عدم الرغبة في رؤية الولايات المتحدة احادية القطبية هي السمة المميزة للنظام العالمي العلاقة الايرانية المزاهرة مع موسكو وبكين لن تحولها الى عملاق قادر على اخراج الولايات المتحدة من المنطقة لكن التحالفات الجديدة قد تطيل الى اجر غير مسمى حياة النظام الذي بدى قبل اشهر فقط وكأن خياراته تنفد نشرت صاحفة دا غارديان مقالاً لمحررها الدبلوماسي باتريك وينتور قال فيه ان طهران عادت فتح سفارتها في الرياض للمرة الاولى منذ عام 2016 وتشير جميع انواع الاشارات اي ان كانت تافهة او كبيرة الى ان التقارب حقيقي لكنه هش ويحمل معه احتمالات او احتمالات منافسة او تعاون او مواجهة نتابع المزيد السؤال المطروح الان هو ما اذا كانت رياح التغيير هذه يمكن ان تنتشر عبر الشرق الاوسط وتقوم بحل نزاعات في اليمن والبنان والعراق والسوريا وحتى اسرائيل والتي تفاقمت جميعها او حتى استدامتها بسبب التنافس السعودي الايراني ودعا دبلوماسي مقيم في لندن الى الحذر فقال هذه ليست قصة حب وقال انها استراحة مناسبة للطرفين وعلقت سينزا بيانكو الزميلة الباحثة في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية ان الصفقة حقيقية ولكنها هشة للغاية وهناك بعض النقاط الحاسمة كرئيس جمهوري محتمل في الولايات المتحدة او هجوم اسرائيلي في ايران كل منهما لا يزال يبحث عن اوراق تأمين محتملة وشبه دبلوماسي عربي في لندن العملية ببناء طابق ارضي يمكن للدول الاخرى البناء عليه مما يشير الى ان التداعيات على المنطقة قد تكون في نهاية المطاف خطيرة نتابعوا اياكم كاريكاتير اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلدهم حر الصيف وبرد الشتاء اخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم بلدهم يطفو على بحر من النفط تصارع اكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل واساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراموا الرافدين لكن احفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجات ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم إلى ما اخترنا لكم من أخبار منوعة والبداية بهذا الخبر حول الذكاء الاصطناعي الذي قد يطيح بثمانين في المئة أو بالمئة من الوظائف في بداية السنوات المقبلة حيث رأى الباحث الأمريكي بن كورتزيل في مقابلة على هامش قمة الويب في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية رأى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون بديلا عن ثمانين في المئة من الوظائف في السنوات المقبلة وثار الباحث المولود في البرازيل ضجة هذا الأسبوخ خلال قمة الويب بعرضه الممرضة الآلية جرايوس المصممة للاعتناء بكبار أو المصممة للاعتناء بكبار السن في دور رعايتهم وعن المصاهمات التي يمكن أن تقدمها روبوتات للمجتمع اليوم أكدى بن كورتزيل يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء الجيدة كالممرضة الآلية جرايوس ففي الولايات المتحدة يشعر كثير من كبار السن بالوحدة في دور رعاية المسنين إذ إن تلقيهم الطعام ورعاية طبية وتمكنهم من مشاهدة التلفزيون لا يكفي ليوفر لهم ما يحتاجون إليه اجتماعيا وعاطفيا لكن اعتماد روبوتات شبيهة بالبشر في هذه المراكز للإجابة عن أسئلتهم والاستماع إلى قصصهم ومساعدتهم على الاتصال بأبنائهم أو إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت يصاهم في تحسين حياتهم بحسب غورتسل في نيويورك فتح مركز ريتشارد جيلدر للعلوم والتعليم والابتكار المبنى الجديد تاب للمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي فتح أبوابه للجمهور وتم تصميم المركز الذي تبلغ تكليفته 465 مليون دولار من قبل المهندس المعماري جين جانج والآن نتابعوا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف إذا كنت من محبي أفلام هوليوود فلابد أنك شاهدت باستمرار ذلك البطل الأمريكي الذي سينقذ العالم من خطر حتميا ولكنها ليست مجرد أفلام منسوجة من وحي الخيار بل هي الصورة التي تسعى الولايات المتحدة منذ عشرات السنين لتصديرها كدولة ذات قوة عظمى لا تقهر كيف لا وهي تتربع على عرش أقوى اقتصادات العالم إضافة لسياستها الخارجية بالغة التأثير ولكن اليوم سنسحبك في جولة إلى الجانب المظلم منها الذي ربما لم تره من قبل فاستعد عندما نتحدث عن مدينة لوسانجيلوس سيخطر في بالك مشاهد ناطحات الصحاب والشواطئ الفارهة ما يجعلها الوجهة المفضلة للمشاهير ولذلك تسمى مدينة الأضواء لكن ما يجهله الكثير أنها تسمى أيضاً عاصمة المتشردين إذ يوجد أكثر من ستين ألف متشرد في شوارعها وليست المدينة الوحيدة فأمريكا التي تعد أغنى دولة في العالم يوجد فيها قرابة ستمائة ألف شخص بلا مأوى يسارعون الفقر والتشرد ويتخذون من الأرصفة ملجأاً لهم في أحصائية رسمية لعام ألفين واثنين وعشرين نظراً لارتفاع معدلات البطالة وغلاء أسعار الإيجار مقابل الأجور المتدنية الزومبي في الشوارع تمشي في شوارع الولايات المتحدة في وضح النهر ترى أشخاص يتصرفون بشكل مريب كآكل لحوم البشر في مشهد لم تره سوى في أفلام زومبي لكن في الواقع ما تراه هو تأثير المواد المخدرة الخطيرة التي تنتشر بشكل كبير في البلاد وتباع في الشوارع كالفين تانيل والزلازين والهيروين إذ ثوفي أكثر من مائة ألف شخص بسبب جرعة مخدرات زائدة عام الفين وواحد وعشرين فقط في ارتفاع قياسي مقاررة بالسنوات السابقة وسط عجز الدولة عن إيجاد حل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة كابوس السلاح أكثر من مائة وسبعين عملية إطلاق نار جماعي سجلت منذ بداية عام الفين وثلاثة وعشرين فقط مقابل ستمائة وسبع وأربعين جريمة خلال عام الفين واثنين وعشرين أرقام صادمة تشير إلى تفشي حوادث إطلاق النار وانتشار السلاح بشكل كبير بين المدنيين في الولايات المتحدة التي يمتلك أكثر من ثلث سكانها سلاحاً واحداً على الأقل وسط مطالبات سياسيين أمريكيين ونشطاء بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الحوادث ما دفع الرئيس جابايدل لتوقيع في يونيو الفين واثنين وعشرين على قانون يفرد قيوداً جديدة على حيازة الأسلحة كالتأكد من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين ثمانية عشر وواحد وعشرين عاماً ويرغب في شراء سلاح ولكن رغم ذلك ما زالت حوادث إطلاق النار تتصاعد بشكل مستمر والآن ما زلت تعتقد أن الولايات المتحدة دولة آمنة مشاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام نلتقيكم دائماً في أماننا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر